الاخوان انبسقوا وانشطروا بقوا ثلاث جبهات الجبهة الاولى اسمها جبهة اخوان ابراهيم مونير او اخوان لندن عارفين هكلكم قاعدين في لندن ودول الناس اللي هم ايه منبطحين على الارض وعايزين بقى يعني نوع من المسكنة الاستراتيجية يقول لك انا عايز يا جماعة مليش عايز السلطة انا مش عايز السياسة انا عايزة صالح والنبي ده ابراهيم مونير ورفاقوا فين؟ في لندن الفصيل التاني فصيل محمود حسين او اخوان اسطنبول بيعمل ايه محمود حسين؟ ده الراجل بقى الروتيني بتاع الجماعة والجهاز الداري ومش عارف مين ومين ده قاعد منمر كده قاعد هم عفلوس الجماعة كلها ومعه كل المستندات والاوراق ومعه الاختام وغيره ده قاعد فين؟ قاعد في تركين من حوالي ست سنين كان فيه جماعة منبسقة طلع كده اسمها ايه؟ المكتب العام كان فيه عدس محمد كمال ابو الارهابيين المسلحين والشرطة المصرية في عملية مدهمة تم تصفيته ودول اسمهم الكماليين او الكماليون طيار الكمالي اللي هو المتشد اللي بتكلم بحمل السلاح وغيره دول طلعوا بيان او وثيقة يوم الساب وانا على الهوى فاكر قلت لكم ساعة سبعة واتكلمت عنها سريع يبقى انا عندي طيار اسمه محمود حسين في تركيا وابراهيم مونير في لندن وطيار تالت طلع وغبر عن نفسه بوثيقة اسمها اهي قدام حضراتكم طيار التغيير بجماعة الاخوان المسلمين الوثيقة الاولى الاصدار السياسي اهو بعد ست سنين دول بقى انفرط عقدهم عن الجماعة واصبح ده الفصيل التالت الفصيل التالت طلعوا وثيقة هذه الوثيقة بيقولوا هم ايه اهو تسعى الجماعة من خلال مشروعها الى مساهمة في بناء حضارة انسانية راقية الاخوان هيعملوا حضارة راقية الاخوان عايزين يعلموكم الرقيه يا مصريين الاخوان عايزين يعلموكم الانسانية يا مصريين عايزين يعلموكم الحضارة يا مصريين واقول لكم اقول لنا في الوثيقة مش كلامي بقولوا بقى اهو المكتب العام ده اللي انا عايزه في الحتة دي المكتب العام لجماعة الاخوان المسلمين هو الهيئة الادارية العليا لطيار التغيير بجماعة الاخوان المسلمين في مصر اهو غير ابرين نسمع بسرعة بيقولوا الازمة المصرية ورؤياتنا لتحرير الوطن هم عايزين شايفين الوطن في سجن عايزين يحرر الوطن الاخوان المسلمين يا مصريين بيقولوا احنا جايين نحرر الوطن موجودين في تركيا وجايين عايزين يحرروا البلد قدام حضراتكم بيتكلم بقولك مصر فيها حفا انهيار وتيه وانهيار حضاري والنموزج المصر ده حالة صارخة لكل مش عارف ايه و ايه و ايه غيره ابراهيم لو سمحت غيره ابراهيم غيره كمان غيره هنا بقى وقال عصفرت رؤيتنا عن جملة من الاجراءات اللازمة لتحقيق التطوير المطلوب وامتلاك ادوات التورة منها تطوير في بناء الافكار تطوير الهاكل اللي عايز عندهم داخل الجماعة يعني وعايز بيقولك انه انا عايز اقضي على الجيش المصري وعايز اعمل مرحلة مرحلة انتقالية وبعدين مرحلة نفسية خطتهم اهد البلد ازاي اهد البلد عن طريق اهد الجيش اهد البلد عن طريق انهاك الجيش وبعدين اعمل حكومة شاملة من كل الطواف وبعدين اعمل الانتخابات خلاص صموا نفسهم جماعة الاخوان ولم يعترفوا بالباقي ان تحرير الوطن وكأن الوطن فيه اسر ولاد الحرام لن يتم الا بتحقيق صورة صورة النجاح الكاملة للثورة ولا تتلخص فيه خد بالك بقى استعادة القرارة الشعبية القصاص العادل من مين ده جايين ينتقموا القصاص العادل هو جاي يقتص من الشعب المصري من الشعب المصري اللي قام بتلاتين ستة هو عايز يطلع يعمل القصاص جاي عايز يموت الشعب المصري لواء الصورة وحاس هو جاي بينتج تنظيم ارهابي جديد بيدشن لمرحلة جديدة من العمل المسلح احنا مقدمين على مرحلة هيزيد فيها انتهك كل القيم عندهم دخلين على مرحلة فيها عملية تنشيط للاخوان من جديد عملية استخدام للاخوان من جديد وانا بقول لك هذا الكلام واشرحه بعدين لكن خلينا بس اكمل عايز يعمل قصاص عادل من الشعب المصري اللي طلع في تلاتين ستة هو عايز يقتص منك هو عايز يحسبك على صورتك في تلاتين ستة يقول لك القصاص العادل اقوان عائدون نحمل السلاح لكذا وكذا وكذا يقول مش عايزين نرجع عايزين العسكر للسكنات مش عايزين العسكر يا ولاد الحرام احنا عندنا جيش وطني بقول لي احيا موسى واخواته محمد منتصر بقول لهم انت ولاد حرام احنا ما عندناش عسكر بالمفهوم المرتزق بتاعكم احنا عندنا جيش وطني محترم بعقيدة لا تعرفوا انتم ولا اهليكم تفكيك المنظومة اللي اقتلال الجيش حظر اشتغال الجيش بالسياسة استقلال وتطهير القضاء وتطهير الاعلام هو عايز اعلام ايه هو عايز مين بالزبط انا مش فاهل هو عايز مين هو عايز يرجع يختص من الشعب المصري وعايز يجيب اعلامه عايز يجيب اعلامه ويتلاقي محمد ناصر واسمه اسمه جويش ومعتز مطر ده الاعلام بتاعه هو لا يرى الا هذا هو عايز يطهر الاعلام اهو عايز يخلص مننا ليه لان احنا بنقول وبنكشف وبنفضح شغله واخباره ومخططاته هو عايز اعلام اخواني هو عايز اعلام بيحاول يقول للشعب انت مش فاهم انا افهم مكانك هو عايز يجيب اعمل قصاص منك عشان انت انتفط وصرت على الرجعية والتخلف والاستبداد الاخواني اللي كان يحط البلد المصرية العريقة المحترمة موضع الملالي في ايران وغيرها عايز شفافية في المعلومات عايز تصحيح التاريخ اقرأ مصريين خد بالكم خد بالكم الكلمتين دول تصحيح التاريخ الاخوان عايزين يصححوا التاريخ وفقا لايه لقرائتهم مرجعيتهم لشلتهم للناس الكتب ابتوعهم هيجيبوا تصحيح التاريخ يعني عايز التاريخ المصري هيلغي الفرعون ويلغي القبط ويلغي الثورة ويلغي 23 يوليو ويلغي 30 يوليو هو جاي عشان يشوه التاريخ تحت عنوان بالنسبة لتصحيح التاريخ قدام حضراتكم عادة الاموال والاراضي والشركات المختصبة عايز رجع اقتصاد الاخوان كل الاخوان اللي كان بيستخدموا فلوسهم وشركاتهم لضرب المصريين زي عسن مالك وغير وخقايرة شاطر عايز رجعهم تاني ويرجع لهم فلوسهم تاني قيام المؤسسة الامنية بدورها الوطن يرفع وقع الحالة المصرية بكافة مكانتها الاتية بيقول انه في مشكلة عندنا غياب الوعي الشعبوي والنخباوي بالمرخلة مفيش وعي غياب القيادة الملهمة معندهمش قائد معندهمش قائد يا قد ضعف امتلاكة ثوار الادوات اللي يقول انصاف حلول عايز ده حسبته دي مشكلته مهمة طيب هو عايز ادوات هيعمل ده ازاي هات يا ابراهيم هات اللي جاي يا ابراهيم بيقول بقى ان احنا عايزين كفاءة ومؤسسات ومنعة وحجد واهم حاجة الادوات دي هي امتلاك القوة القوة دي تلت حاجات قوة المعلومات قوة الاعلام السلاح هو اعلن خطته عايز اعلام فبالتالي الاعلام بتاعه ومصروف عليه وعايز معلومات مع اجهزة استخبارات تانية بتشغله وعايز سلاح ده وثيقة الاخوان المسلمين الجديدة اهي قدام حضرتكم اهي الوسيقى الرئيسية قدام حضرتكم